السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شهاد على المباشر حادث مرور في سطيف في ولاية سطيف في بير العرش حيث قلبة شاحنة محملة بالوقود بالمازوت نعم أصيب سائق الشاحنة والذي يبلغ من العمر 50 سنة بجروح وتم إسعافه بواسطة الحماية المدنية طبعا إلى مصلحة الاستعجالات بتاجننت ولاية ميلة كما كنت هادوا في الصورة وكان هناك سيارات خلف هذا الحادث ونزلوا الناس من سياراتهم وحاولوا الهروب من الحارق تجنبا من الحارق يعني هربوا الناس كامل للخلف نزلوا كامل الأطفال والنساء اللي كانوا في السيارات نتمنى من الناس إن شاء الله تأخذ الحيطة والحاذر خاصة في هذا رمضان كثرت بزاف حوادث المرور نصف ساعة قبل المغرب نقصوا شوية بسرعة وحافظوا على صحتكم وعمركم وفسح المجال خاصة فسح المجال أمام سيارات النجدة وسيارات الإزعاف يعني سهلوا لهم الطريق بايش يدخلوا ويسعفوا المجروحين أثناء الحوادث وربي يجيب الخير إن شاء الله وإن شاء الله السلامة وربي يشافي هذا السائق الشاحنة ونرجو منكم الحيطة والحذر الحيطة والحذر جلتم في العائة الله وحفظه جميعا مع السلامة في فيديو آخر إن شاء الله ربي يجيب الخير شكرا شكرا